يبدو أن زيارة رئيس حكومة كردستان العراق مسرور البرازاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي شهدت لقاءة مع المسؤولين الأمريكيين قد أثارت انزعاجا لدى الإطارة التنسيقية لسيما وأنها جاءت قبيل زيارة مفترضة لرئيس الحكومة الحالية محمد السوداني إلى واشنطن لا يقف الأمر عند الغضب من هذه الزيارة إذ قال عضو في الإطار التنسيقي أن قوى سياسية تدعم استدعاء برازاني إلى بغداد لمساءلته عن سبب الزيارة والملفات التي تم بحثها في واشنطن بعيدا عن حكومة السودان قد تكون لقاءات برازاني في واشنطن غير عادية فقد أكد موقع المونتور استخدام المسؤولين الأمريكيين عبارات خارجة عن المألوفات دبلوماسيا مثل كردستان العراق القوية واستخدام عبارة إدارة بايدن تدعم كردستان الصامد عبارة تبعت برسالة إلى بغداد وطهران يقول موقع المونتور إن مفادها أن واشنطن تدعم كردستان العراق بل ولا تساوم على العراق لصالح إيران لأسيما وأن نفوذ نظام طهران في العراق ازداد وأصبح أكثر قوة خلال السنة والنصف الماضية فهي باتت تخطط لإضعاف كردستان العراق ولعل قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة بشأن توطين رواتب الموظفين تشف وبكل وضوح عن تنفيذ حكومة الإطار لأجندات إيران السعية إلى القضاء على صلاحيات كردستان العراق خطة إيران لإضعاف سلطات كردستان العراق ليست غائبة على ما يبدو عن نظر واشنطن التي بات من الواضح أنها تعمل على تعزيز دعمها لسلطات أربيل وهو أمر سيفتح بابا أمام مزيد من الصراعات والخلافات بين حكومتي بغداد وأربيل على مسراعيه بعدما كان موربا إلى حد ما